هنا لاحظت ثلاث أخبار وراء بعض مهمين جدا الخبر المتعلق بإنشاط رئاسي وبخامة الرئيس النهاردة واستقباله لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك من ناحية أيضا الخبر المتعلق بوزير الخارجية سعد السفير سامح شكري أيضا الخبر برئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور مصطفى مدبولي انت شايف هنا التلاتة كل حد بيتحرك في اتجاه الرئيس بيتحرك في اتجاهات ومهام هتشوف وزارة الخارجية بتشتغل في اتجاهات ومهام تلاقي رئاسة مجلس الوزراء بتشتغل في اتجاهات ومهام ده موضوع يمكن كان حاصل بطبيعة الحال وليه هقولك بطبيعة الحال في مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا مصر في العشر سنين اللي فاتوا أصبحت عاملة زي مكنة مصنع فائق القوة مصنع عاوز يسبت نفسه قدام كل اللي حواليه احنا اتأخرنا كتير جدا يا جماعة اتأخرنا كتير جدا زمان قبل العشر سنين دول على الصعيد السياسي وبالتحديد وبمنتهى الدقة في ان احنا نحتل دورنا الطبيعي او نلعب من خلال دورنا الطبيعي او نلعب في اطار دوايرنا الحيوية بالشكل اللي يناسب حجمنا احنا ويناسب تاريخنا احنا كمصر ويناسب مركزيتنا في المنطقة ده واحد طيب غير كده ايضا احنا اتأخرنا جدا اقتصاديا وبالتالي كنا نحتاج الى ان احنا نقفز ونطير اذا استطعنا يعني في وقت النلوات هنا وطبعا تحرقنا الدبلوماسي مصر عندها اكبر قوة واهم واقدم جهاز دبلوماسي موجود في المنطقة بالكامل واحد من اعرق واقدم الاجهزة الدبلوماسية الموجودة في العالم بس كنا محتاجين المزيد من الحيوية المزيد من النشاط المزيد من الفعلية عندنا كوادر عظيمة طول الوقت ابدا مصر لم تخلوا من كوادرها السياسية والدبلوماسية وحتى القنصلية وما الى ذلك لكن كنا محتاجين مساحة رحبة للحركة العشر سنين اللي فاتوا دول شفنا ده لكن لو جيت ركزت في مرحلة لو صح تعبير الازمة وانت بتركز في مرحلة الازمة يعني اجد عندي هذا العدوان السافر الغاشم على الاراضي الفلسطينية سواء اذا كان على غزة او على الضفة وهنا لا افرقوا ما بين الاثنين لان العدوان بيستهدف الضفة وبيستهدف غزة مش غزة بس ودي حاجة مهمة جدا فهنا بتشوف الدور المصري بيتحرك ازاي او هنا بتشوف اللاعب الاساسي الرئيسي في المنطقة جمهورية مصر مصر هنا بتشوف الرئيس المصري ازاي هو رئيس قوي وقادر في نفس الوقت وهو يمتلك هذه القوة قادر على انه يجمع الخيوط مع بعضها يجمع الخيوط مع بعضها يعني ايا كان شكل التباينات في وجهات النظر على مستوى اقليمي مستوى دول جوار الاقليم المستوى الدولي الى اخره لكن عندما اتى الامر القضية المركزية وهي الصراع العربي سهوني في المنطقة فكان الرئيس قادر على جمع كافة الخيوط في القاهرة فتجد ان واشنطن في القاهرة برلين في القاهرة باريس في القاهرة لندن في القاهرة مدريد في القاهرة بطبيعة الحال طبعا الاشقاء العرب في القاهرة وبعدين تذهب الى مستويات اخرى وهي دول ايضا من الفواعل في الاتحاد الاوروبي في القاهرة في القاهرة انا بكلمك هنا يعني يقولك بايفلاش هما نفسهم بلحمهم ودمهم وشحومهم موجودين كانوا في القاهرة الكثير من رؤساء الحكومات ان كانت الحكومات دي حكومة ااسف ان كانت هذه الدول يعني على رأسها يقوم رئيس حكومة او رئيس الدولة او الملك او السلطان او الامير في القاهرة بنفسه طبعا ده بجانب عشرات الاتصالات اللي بتحصل فنفس الوقت بتجد وزير خارجيتنا يتحرك في مختلف واصل العالم واهم المؤتمرات وما الا ذلك طيب وعلى المستوى الاخر هنا هرجع على ازمة اقتصادية طاحنة مرينا جميعا في هذا العالم بالكورونا ثم بالحرب الروسية الاوكرانية تمام فتجد رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي هو ايضا يتحرك ما بين القادمين الى القاهرة وما بين من يذهب لملاقتهم والاجتماع معهم زي ما احنا شايفين مسأل اجتماع مع بلاروسيا على سبيل المثال انه طول الوقت احنا بنتحرك لما تجد في نفس اليوم في عندك هذا النشاط رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وزير الخارجية هنا تفهم مصر حجمها عمل ازاي موسيقى